السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية بفيديو اليوم رح نتكلم عن طريقة إنشاء محفظة فوكت باي من أجل استلام العملات الرقمية طبعا هاي المحفظة أو هاي النوع من المحافظ بإمكانك استلام عليها العملات الرقمية اللي ممكن تحصل عليها من موقع الصنابير صنابير عملات البيتكوين دوجيكوين بيتكوين كاش ليتكوين أي عملات أخرى أيضا بإمكانك استلام عليها ممكن بعض الأيردروبات أو بعض العملات المشهورة مثل ما قلنا على سبيل المثال بيتكوين دوجيكوين ليتكوين إلى آخره إن شاء الله رح نتكلم عن طريقة إنشاء الحساب بالتفصيل وطريقة الإرسال والاستلام وطريقة الحصول على البونس اليومي إن شاء الله بعد طبعا أعزائي المشاهدين رابط الموقع رح يكون موجود بالوصف أو رابط المحفظ رح يكون موجود بالوصف لما انتضغط الرابط رح يفتح معك بهذا الشكل كل ما عليك هو الضغط على عبارة شور أو موافق بعدها رح تنزل إلى الأسفل قليلا رح تلاحظ وجود عبارة سين أب واسين إن سين أب بمعنى إنشاء حساب واسين إن بمعنى تسجيل دخول رح نضغط على سين أب رح يطلب منك إدخال أو وضع يوزر نيم تختار أي يوزر نيم أو إذا كان في عندك يوزر نيم أنت تستخدمه بشكل مكرر عشان ما تنسى اليوزر نيم في حالك أن تشتغل على عدة مواقع رباح من الإنترنت على سبيل المثال بإمكاني كتابة المحيط بعدها المحيط على سبيل المثال المحيط 14 أو المحيط 120 أو المحيط 150 أي كلمة ممكن تختارها بلغة الإنجليزية دخل الإيميل وإعادة كتابة الإيميل دخل الباسورد وترجع تكتب الباسورد الباسورد تضغط على موافقة للشروط والخصوصية وبعدها تخطى الكاباتشا وبعدها تضغط على سين أب طبعا بعد ذلك رح يوصلك رسالة على البريد الإلكتروني رح تكون بعنوان فكت باي واللي هي عنوان أو اسم المحفظة تضغط على الرسالة رح تلاحظ موجود رابط تضغط على الرابط رح يتم تأكيد الحساب بعدها رح يطلب منك بعدها الموقع رح يطلب منك إدخال رمز المصادقة السنائية طبعا رح يتم تفعيل المصادقة السنائية بشكل تلقائي في المحفظة عشان أنت بتعامل مع محفظة أموال عشان زيادة الحماية ومنع الاختراق والتهكير مثل ما بنعرف من فترة قصيرة تم تهكير الموقع فتم إنشاء موقع جديد على ما أذكر على ما أعتقد الفاكت باي هو الموقع اللي كان قد تم اختراقه فتم إنشاء موقع جديد وزيادة حماية الموقع بشكل رهيب فرح تلاحظ وجود رمز تفعيل الحساب أو رمز المصادقة السنائية تقوم بنسخ الرابط وأدخاله في الموقع طبعاً بعد التسجيل كل ما عليك هو البحث عن عبارة لوجين أو أي عبارة لها علاقة ساين إن أو لوجين بعدها تقوم بإدخال اليوزر نيم الخاص بك أو الإيميل اللي قمت بتسجيل فيه في الموقع وبعدها الباسورد طبعاً تأكد من أن كتابة الموقع فكة باي دوت آي أو بعدها أضغط على ستاي لوجين إن البقاء قد تسجيل دخول وتفعيل أو فك قفل الكاباتشا بعدها تضغط على ساين إن رح يفتح معك الحساب بهذا الشكل مثل ما قلنا رح يفتح معك بهذا الشكل في القسم الرئيسي في قسم أو الواجهة الرئيسية رح تلاحظ وجود الرسيل طبعاً موجود البيتكوين داش وال والترون واليو اس دي تي على شبكة تي ارسي عشرين وعملة فيورا زيت كاش وعملة بي ام بي او بي ناتس رح تلاحظ وجود مسل ما قلنا رسيدك في هاي القايمة بالنسبة للحصائيات مجموعة رباحك اليومي العملات اللي ادخلتها إلى المحفظة وعمليات الارسال الاموال ومجموعة الارباح في المحفظة ايضاً لو نزلنا للأسفل اه بالنسبة للهيستوري او السجل رح تلاحظوا حظه على كل الريفرال صفر فاصل صفران واحد خمسة من عملة ترون او تر اكس طبعاً اني مثل الملاحظين انا معي سفر فاصل سبطعش من عملة ترون هي من الريفرال من الاحالات ايضاً بعد العمل على الموقع وبدأ باستلام ارباحك او عملتك الرقمية على محفظة فكت باي رح تظهر عندك مكتوب موجود عدد نقاط معين طبعاً مثل الملاحظين ان معي 12 نقطة مكتوب ليرن مور او مثل بمعنى استفسر اكسر او تعلم اكسر لو ضغطت على العبارة طبعاً كل فكرة القسم الريورد بوينتس او تحويل النقاط هو انك انت على كل عملية استلام عملات رقمية في المحفظة سوف تحصل على جزء من او قطع معينة من عملة ار بي طبعاً بصراحة ما اعرف هي العملة خاصة بمحفظة او لا على كل حال انت بيمكانك تحويل عملة الار بي تحصل عليها طبعاً انا معي 12 قطع من عملة ار بي كل 10 قطع من عملة ار بي يساوي واحد ساتوشي ساتوشي بيتكوين او بيمكانك استخدام النقاط طبعاً على سبيل المثال في عدة مجالات اما تحولها الى رصيد في الوفروول او في الواجهة الرئيسية او من خلال اه تسوي اعلان داخل الموقع او هيك شيء اي شخص بحيث انك انت تدفع من هاي العملة على كل ضغطة على الاعلان خاص بك او بيمكانك تحويل النقاط او شراء ريفرر على ما اعتقد طبعاً القسم مبهم نوعاً ما حتى لو سويت ترجمة مش رح تفهم كثير من القسم لكن ان شاء الله لما اجرب قسم اكثر ان كان الموضوع يستاهل رح انزل شرح مفصل عن القسم هذا وطبعاً ان شاء الله في الفيديو القادم رح نتكلم عن طريقة ربح عملة فيورا وطريقة تجميع عملة الترون داخل محفظة فوكت باي اما بالنسبة لي الايداع داخل الموقع او كيف تستقبل العملات الرقمية على محفظة فوكت باي كل ما عليك ودخول القسم ديبوسيت او ايداع رح يتم عرض عندك جميع العملات الرقمية المدعومة من الموقع مع رابط الاستلام الخاص بكل العملة نضاف الى رمز الكيو ار لكن احنا ما يهمنا هو الخصول على رابط محفظة العملة او رابط استلام العملة على محفظة فوكت باي طبعا رح يفتح معك قسم ديبوسيت بهذا الشكل طبعا اه البيتكوين بيمكنك تحديد العنوان المحفظة واستلام البيتكوين نفس الشيء الاسريوم بيمكنك رابطها مع محفظة ميتا ماسك والاستلام على الفوكت باي دوجي كوين وليتكوين بيتكوين كاش نسق اي عنوان واستخدامه في الاستلام العملات على محفظة فوكت باي بالنسبة لقسم السحب ان لو اردت ارسال الاموال لدخل محفظة الى محفظة على سبيل المثال او الى اي منصة تداول او اردت بيعه الى شخص اخر كل ما عليك والدخول الى قسم موزدرو او السحب طبعا ازا اردت الارسال كل ما عليك والضغط على عبارت او على المستطيل تحت كلمة كوين او تحت اجل تحديد العملة تختار اي العملات الموجودة عندك على سبيل المثال لو اردت ارسال عملة اه فيورا طبعا تقوم بادخال العنوان المحفظة لمراد الارسال لها بعدها تختار الكمية على سبيل المثال بامكانك ارسال كل الكمية من خلال ضغط العبارة او الكل بعدها بشكل تلقايا راح يتم احتساب الضريبة هو عن ضريبة على ارسال قطع طين من عملت فيورا هي الف قطع انا عملية انت حاليا مش عندك ابدا اي مصلحة انك تبعات كمية قليلة كل ما عليك هو تجميع العملات وانت صار حتى ارتفاع سعرها لما يرتفع سعرها وقتها بامكانك انك انت تبيع من دون اه ما يكون عندك مشكلة في الضرعب وراح يتم احتساب الكمية اللي انت راح تحصل عليها على سبيل المثال لو 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 اردنا ارسال ارسال بيتكوين نفس الشيء تقوم بيتخال المبلغ بمرض ارساله على سبيل المثال تريد ارسال صفر فاصل صفرين واحد اي بما معناه مئة الف ساتوشي الضريبة هي عشرة الاف ساتوشي اي واحد او عشرة بالمية وسوف يصلك تسعين الف ساتوشي هذا كان بالنسبة لقسم السحب اما بالنسبة لقسم قواجر مينينغ ودخلنا عليه طبعا هو عبارة عن مراهنة في عملة فيور لازم يكون عندك رصيد في المحفظة على حد ادنى واحد دولار لما نتراهن بالواحد دولار راح يتم لما نتحصل على الارباح راح يتم اضافة الارباح الى رصيدة كلها تساعد طبعا ايضا ندخلنا الى القائمة الجانبية موجود عبارة ايرن او الربح كل ما عليك والضغط عليها راح تفتح امامك عدة مجالات للربح على سبيل المسألة يمكنك الربح من السرفيات الربح من ضغط العلامات وعدة مجالات اخرى طبعا دخلنا الى قسم بيد توكليك او الدفع على الضغطة يمكنك زيارة الموقع لمدة سبع سواني حصول على واحد ساتوشي بيتكوين طبعا موجود المدة الانتظار سبع سواني والمكافأة واحد ساتوشي بتم تجديد العروض بشكل دوري اما بقسم السيرفي او الربح من الاستبيانات الارباح تكون بعملة اسمها يو اس تي بي تصل على كل الاستبيان على 400 قطعة بسعر واحد دولار كل 400 قطعة من العملة بسعر واحد دولار لكن موجود بعض الشروط من بينها يكون عمر حسابك حد ادنى اسبوع واحد موجود او تم جمع ارباح داخل المحفظة بقيمة صفر فاصل صفر واحد وان يكون ان تكون قد استلمت ارباح في المحفظة خلال سبع ايام الماضية عشان تشتغل تقدر تشتغل في مجال الاستبيانات داخل الموقع طبعا مباقي اقسام الربح بامكانك تعرف عليها بنفسك طبعا انا تكلمت عن اشهر الطرق للربح ايضا لازم تكون قد تقوم بتشغيل بروكسي في بعض الدول اه بما يخص او سيرفي يفضل استقام سيرفي اثناء الربح ايضا بامكانك تداول داخل المحفظة من خلال قسم تريد ايضا بامكانك الاعلان داخل المنصة مثل الاعلان اللي بتشاهدها داخل الموقع او المحفظة ايضا بامكانك حصول الرابط الحالي من خلال دخول الى قسم اتلاحظ وجود عبارة او برنامج لحالة كل ما عليك والنزول الاسفل راح تلاحظ وجود رابط رابط لحالي خاص بك طبعا بالقسم بالاسفل راح اه تعرف عدد الاشخاص اللي انت قمت اللي زي نقاموا بالتسجيل في المحفظة من خلالك انا مورد عندي اه شخصين ايضا الرسيل او الارباح اللي حصلت عليها من خلال دخول هزان شخصين في المنصة طبعا دخل قسم الاحالي انت راح تربح من كل عملية بقوم فيها الريفراد سواء قام ب سواء قام بتبديل العملات او العمل في قسم الافروول او 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 تداول دخل الموقع او اي شيء من اقسام الموقع يقوم به و به ارباح سوف اضحصوا على قسم من ارباح هذا الشخص اللي انت قمت بدعوض اصلا الى الموقع طبعا هذا هو كان شرحنا اليوم بتمنى نال اعجابكم اه طبعا حاولت قدر الامكان اني ما اطول في الفيديو عشان اه ما يمل المشاهد وقدر انزل الشرح القادم ان شاء الله هذا كان شرح اه موسع نوعا ما ان شاء الله تكون يكون شرح واضح وممتع كما كم اخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية بامان الله